بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا السلام بكم متابعين الكرام. معكم محمود عبدالله. النهار ده بازن الله انشارك مع حضراتكم. الجهود اللي موجودة معي في الشاشة دي. الموديل اهو. ناتو كل دي اللي تسعة وتلاتين دي ام ربعة تلاف وخمسمائة نس. الشاشة دي اسمارت. شاشة تلاتين قصة اسمارت. بتاعتها زي ما انتم شايفين حضراتكم ايه? دي بتاعتها. طبعا حضراتكم هنا. ده المعالج. عندي هنا ده كارت الواي فاي اهو. موجود معي زي ما انتم شايفين حضراتكم. اهو. ودي الانتنة بتاع الواي فاي. اه عندي هنا زي ما انتم شايفين اتنين محول او اتنين شوبر. واحد مختص بدايرة الباور او دايرة الكهرباء الاساسية. اللي هي معي دي كده. اهو. والتاني مختص بدايرة الاضاءة. يخص يخص المنطقة دي او الارض اللي هو الخارجي الارضي اللي عام بتاع الشاشة اي صقف الشاشة انا تثبت عليه بقى اي ارضي. او اي مخرج من المخارج تثبت عليه من فيش مشكلة. انما لو هتقص دايرة الباور يبقى تثبت على ارضي المكسف الكبير. يعني لو هتقص في المنطقة دي كده. يبقى انا اياسي هيبقى الارضي بتاعي المكسف الكبير. والزايد معي متحرك زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طبعا انا بقيس حاليا. اه دا الدائرة اللي هيس يعني المنطقة اللي هي بعد الباور. فانا هزبت على الارضي زي ما انتم شايفين كده حضراتكم هيبدأ ايس كده. طبعا اول حاجة معي المفروض بتبقى معي موجودة هنا. بعد الشوبر فيه جهود معي الاثناشر فولت ده اساسي في معظم الشاشات بتلاقيه موجود. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الاثناشر فولت موجودة معي على الشيكت ديوت ده. على الديوت اللي معي ده. ده اول جهود معي. بعد كده. طبعا الشاشة على الوضع هستان دباي. الجهود التاني اللي موجود معي واحد واربعة. على الملف اللي موجود معي ده كده. اه. طبعا الشاشة شغالة طبيعي ما فياش مشكلة. الملف اللي معي لجنب المعالج او وحدة المعالجة دي. اه. عليه واحد واربعة فولت. طبعا فيه رجوريت الرين هو. بياخد ويخفض معي. خمسة فولت يخفضها الواحد واربعة. الملف التاني اللي جنبيه. هتلاقي عليه اكيد خمسة فولت. موجود معي خمسة فولت على الملف التاني اهو. طبعا فيه هنا هياخده لاتماشر اخفضها لقمسة اهو. الملف اللي معاه ده هضرعكم عليه خمسة اهو. الملف اللي جنبية التاني. معليش جهود اهو. ده جهوده ممكن تخرج معاه بعد ما ضغط على زل باور. ما فيش جهود عليه. الجهود اللي هنا خمسة يعني ملف التاني بقى هنا فيه تلات ملفات. ملف عليه واحد واربعة. وملف عليه خمسة فولت والملف التاني معليش جهود. طب نشوف الملف التاني كده بعد ما ضغط على زر البار. طبعا الشاشة لامة حمر ايه? طب حضراتكم احنا كده معنا ملف معاليش جهد. شوفوا بقى الباقي كده نشوفوا اللي معاليش جهد دي تاني هنا معي. وعند هنا. ده معاليش جهد. ده الجهد اللي تخرج اكيد بعد ما تضغط على زر البار. ده ما فيش جهد موجود عليها. حضراتكم. ما فيش هنا اي جهد موجود علي الرجوليوتور اللي معايا ده اللي جنب بغزي. المفروض هنا جنب داقة الواي فاي معايا. فيش جهد عليه زي ما تشوف ان حضراتكم. بقى انا عندي ملف هنا. ملف ده معاليش جهد والرجوليوتور ده. بعد كده هنشوف تاني حضراتكم. طبعا الكريستالة دي دايما بيبقى عليها جهد هنا. بتلاقي واحد وستة واحد عشر. برضه عشان تبع عرف الكريستال دي الكريستال دي تسبب تسبب ان الجهاز يفصل معايا بقى الرجوليوتور اللي موجودة عليها واحد وستة امان عشر. اه. عندي ايه تاني? اه الرجوليوتور التاني اللي معايا ده التلاتة والتلاتة. مفروض ده مختص بتخزية الفلاشة والممكن يبقى الرمعة. طبعا هنا عندي رامة ايه? موجودة معايا هنا ايه? مش مدمجة في المعالج او مش مدمجة في البرسلسطات الرامة خارجية ايه? محاربكم. بعد كده معايا ايه تاني? اه الجهد اللي هو خارج يخص ادارية الانفورتر المفروض معايا جهد موجود معايا هنا. يبدأ طبعا مش موجود برضو اه هبرككم. المفروض هيخرج بعد ما اضغط بور يبقى انا معايا تلات جهود ادي جهد. اتنين تلاتة مش موجودين حاليا. جهد ادارة الانفورتر. ده المفروض ده بيغازة تقريبا الفلاشة. الواي فاي. وعندي هنا تاني هي الجهود اللي مش موجودة عندي. يبقى انا فيه تلات جهود مش موجودة عني. طبعا الشاشة على الوضع ستوند باي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هبدأ اشغل الشاشة معايا. اضغط عزيز بارو نشوف الجهود دي. هتخرج بها تبقى معايا كان برضو. ونبدأ نقيس الجهود على وضع الوضع العادي. وشوف بقى التشغيل. هفتح الشاشة بور كده. والشاشة فتحت معايا بور حضراتكم. ابدأ ايز بقى الجهود طبعا انا كان معايا الملف ده معلش جهود. اشوفوا حضراتكم الجهود اللي على الملف ده رفع معايا الواحد واحد فولت اوه. ده جهود اوه بعد التشغيل. اشتبع عارفين حضراتكم الجهود التاني اللي هو بتاع الانفورتر. سبعة وستين فولت حضراتكم هوا. زي ما انتم شايفين الجهود التي تلxit المكانش موجود معايا تلاتة وتلاتة اهو. يبقى احنا كده الجهود اللي موجود معايا الوضع استان لباي اللي هو الو وخمسة فيولت واحد واربعة وتلاتة وتلاتة دول موجودون معايا في الوضع استان لباي. فوادع التشغيل الجهود اللي موجودة معايا حضراتكم ايه كل الجهود اللي ده معي. اتناشر فولت. الاساسية. خارجة من الشوبر. بعد كده ده 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 خارجه الشوبر. الوقت عدادة الباور فيه خارج معي اهو. ده داخل الخارج بتاعه المفروض معي هنا. سبعة وستين فولت اهو. وبعد كده طبعا الجوة دي انا انا مخفضه علشان انا مغال لدات وكده ومعدل على لدات فمخفض الجوة ده علشان الشاشة للدات بعملها اطول فى رفع مقاومات من انا حضراتكم علشان اخفض بيها الجهد وفي فيديو هتلاقيه موجودة على القناة لنفس الشاشة دي. لتغيير للدات. فانا حبيت اشاركوا جد ما احضراتكم تاني. الاتناشر فولت موجودة معي على ده. على ديود بعد خارجه الشوبر بعد كده سبعة وستين فولت موجودة معي لتخزية بعد كده تلاتة وتلاتة فولت بتخزية الواي فاي موجودة معي بعد كده التلاتة وتلاتة التانية ده تختص بتخزية اكيد يعني الفلاشة وتدخل معي كده على المعالج. بعد كده. آآ طبعا جهد في خمسة فولت معي لازمة تبقى موجودة في واحد واربعة موجودة معي في واحد واحد فولت موجودة معي والتلاتة والتلاتة تلاتة والتلاتة واحد وستة زي ما قررنا لحضراتكم. ايه? دي كل الجهود رقاصية اللي موجودة معي في الشاشة اللي معي دي. الشاشة اللي معي دي كل الجهود اللي موجودة زي ما دي شفتوها حضراتكم كده علشان آآ الناس لما تجي لعي شاشة ولا حاجة الشرشة غلطة يعني ما فياش مشكلة دي الجهود الطبيعية اللي موجودة عليها في وضع وضع التزويل. زي ما شفتو حضراتكم. جاريت نكون قفتناكم في الفيديو معنا ده وانوارل حضراتكم رقم المين هو. رقم المين معي issued. دي رقم البردة. هو حضرتك لما تفتح اي بردة هتلاقي دايما على الرقم ده الرقم بتبحس به. لو حبيلتش عنفلاشة. بتدور بالرقم ده. و الموديل الشاشة. برقم البردة موديل الشاشة ومفي بعض الاوقات. فده دي البردة اللي معي والموديل بتاعها زي ما انت شايفين حضراتكم وهو. وموديل الشاشة زي ما انت شوفته في الاول. ودي الجهود اللي موجودة عليها كلها في وضع التشغيل ووضع استاندوبان. ريتنا كون افدناكم وان شاء الله الفيديو بتاعنا يبقى خلص النهاردة كده. واي حد عنده تعليق او استفسار يتركوا اسفل الفيديو. ما تدخلش علينا. الصلاة والسلام على الاشرة في خلق الله سيدنا محمد. اللهم صلى الله وسلم وبركاته على سيدنا محمد. لولينا والاخرين والملائي الاعلى الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.